السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله تلبية الطلب ديالكم غنشوفو ان شاء الله زوج ديال اقتراحات ديال الحلوية للعيد غدا نشوفو ان شاء الله واحدة بالشريحة اللي غدا تكون بدون سكر وغدا نشوفو واحدة بالبانان كيجيو قلدادين بزاف وساهلين ما كياخدوش بزاف ديال وقت وما كنحتاجوش نطيبوهم في الفران بسم الله على بركتي الله بالنسبة الحلوى اللولى عندي هنا واحد نسكيلو ديال لوز اللي يلا بغيتوه ممكن ترقدوه ولكن من اللي كان مغون حمصوه كياخد النبزة بديال الوقت فبالنسبة لتحميس يعني مال الاحسن تكون تحمصوه في 120 او 130 درجة باش ما يتحرقش ليكم حتى المادقة ديالو كيكون افضل هنا اخديت ديكن نسكيلو حاولت نطحنها ولكن ماشي كان طحنوها حتى كتولي زبدة اللي كان طحنوها على شكل دقيق غير هي كيكون في شوية ديال القرمشة يعني بحل كيولي بحل سميدة غير هي يعني مني كان ديروه في الحلوى كيزيدنا واحد القرمشة وما داك هيكون زوين بزاف إلا بغيتو ممكن تعاوضو بالكوكو هنا عندي ماشي ضروري يعني تديرو نفس الكيميا انا قدرت هنا زوج كيلو ديال الشريحة لان هذه الحلوى ديك تجيزوينه وشي كتعجبوه فقدرت منها بزاف لان خاصة ولديك كبير كيحماق عليها فهذا كشي باش درت بزاف يعني زوج كيلو لابغيتو لان ممكن تديرو غير كيلو او نص كيلو على حسب يعني على حسب وش كتبغي وشريحة ولله مهم بالنسبة لزيت الزيتون غنضيف لهاد الحلوى هادي غنستعمل هذا هذا كنديرو في الحلويات وفي يعني مادق ديالو ماشي مجهد خاصة ان العارفة غد يعني غنوجد شي حاجة اللي كل شي غد يأكله يعني ماشي غير العائلة ديالي فكن حاول ندير زيت زيت زيتون لانها مادق ديالا ماشي مجهد ولكن راكينا واحدة بيو واحدة ماشي بيو يعني نردو البل هنا غدا نستمقنا بهد النجمة ديال باديان هنا را ندوبت شوكولات على من قبل بالنسبة لشوكولات را هلا بغيتو را ممكن تاخدو حتى المياه في المياه شوكولات يعني في غير الكاكاو وزبدة الكاكاو ممكن تشريوهم بجوجو توجدوها على راسكم غير اياه خذكم تحتار موطن بيغاج الى اخيري مهم هنا كنضيف دك نس كيلو ديال اللوز إلا بغيتو را ممكن تديرو حتى الكيلو اهه كتجي يعني غير الماعدة اللي يكون مختلف ويجي تلقاوام يجي شوية مختلف اهه فهنا انزل كيولو غدا انزل هاد نس كاس دي زيت زيتون ما يعادل 50 ميلي تقريبا فهو الدور دياله هو باش غدا يعني بحالي غا نكونسير فيو بيهدلي يعني باش تنحافظوا على هاد الحلوه هادي يعني تبقى عدنا مدة طويلة وانا كنحتى في ضبافة اللاجه باش كانت هنا يعني باش هكذا ما تخسرش و تبقى حتى نكملوها كاملة بالنسبة للشريحة رخصة ما تكون شوش قيس هالما باش يعني باش ديكم باش تبقى مدة طويلة صافي هنا كنزيد واحد اللمسة اللي كتعدها واحد المدق مو ميز كنزيد الملحة في الشوكولات يعني هاد هدي لانا كين شوكولات كي سبع فيه الملحة فمن هنا من استوحيد هذه الفكرة كيجيزوين بزاف يعني الحلاوه مع الملحة كيكون واحد توازن بالنسبة لهنا الحلوه صافي غدا نشكلها على شكل كرموسه انا اسميسها الكرموسه هاد الحلوه ممكن تخ müssteشكلها كيف ما بغيتو يعني ممكن تشكلها على شكل اصابيع او تاخدو الشمول حافي يعني ممكن تديرو اللي بغيته مش ضرور دروها اسمي كل مثل نوغا غير يخص كم درو فيها يعني مكسرات ياكونو بينين بني كتديروا هذا اللوز هاد وكتزيدوا ما زال المكسرات اللي بينين و تضعوا على شكل نوغا و تضعوا شوكولاته من فوق و من تحت بالنسبة لهنا سنحاول نزيد لها شوية ديال لوز مهرمش للداخل باش تضعوا فيها شوية ديال القرمشة و سنسد عليه تافي و سنغطسها في شوكولات شوكولاتي اللي بغيتو يعني يجمد لي كم بلد اللاجة تضعوا الطريقة السهلة ديال الطمبيراج هي تاخدوا نص ديال كمية ديال الشوكولات اللي عندكم كتدوبوها تكتسخن تكتدوب مزيان و مليكتدوب تطفيو و تزيدو النصف الاخر بارد باش هكدا شوكولات ديال كم يعني انا كان هترعي شوكولات ديال بس صحيما شوكولات ديال بيعني جمع عمرني شريته في حياتي مهم كتديرو النصف الاخر تكي تكي يبرد يعني تكت و كتخلطو مزيان سافي هنا كيولعتكم الشوكولات اللي ماشي كيدوب يعني عطقيسو يدوب يعني كيكون كيقدر كي يجمد بلا بلد اللاجة سافي هنا كنحاول ما امكان ان ينا يعني كل ما اخذتي في صراحة هاد الحلوة كل ما اخذت شوكولات كل ما احسن يعني لقدرتو حتدو زوجو جمارات في شوكولات فكي يجي افضل إلا بغيتو رامو كي تزيدو شوية ديال اللوز مهرمش يعني في شوكولات باش هكدا كي يجي يعني كي يجي الماضاق كتعزو الماضاق سافي غنستمر بنفس الطريقة حتى غنكمل غنضير واحد الكرسي وغنقلس تنكملها كامل على خاطري ثم كيف قلت لكم راديروها بشكل اللي بغيتو يعني مش ضروري تقيدو بات شكل ديال الكرموسة اللي اللي حاولت اني نديرها كرموسة سافي وغن غدا نخليها انا ما ما دخلتاش تلاجة باش تبرد يعني برداتي على برا ولكن في الاخر مني غدا نجمع كل شي غنكمل كل شي غدا ندخلها ان شاء الله تلاجة ونحتفظ بها في تلاجة اهي هنا ايام من بعد ما كملتها نخليها يعني ما كان تجي في نكمل هنا راح حاولت نزين شوية بشوية ديال الورد هاد الورد هاته تخليو حتاك ازو تقدموها عادة باش تزينو انا زينت لكم غير التصوير فقط هنه عبرت كيلو كيلو ديال البانان باش هكدا يعني اللي بغي يجربها تقدروا تديرو غير منس كيلو او باش تكون مضبوطة يعني تعطيكم نفس النتيجة هنه غدا شوفتو راني معك تغرب الفرشات يعني باش هكدا لان انا مني غنطيبها غنبقى نحرك فيها باستمرار فغدا تعجن كلها يعني غدا تولي هي من العلامة باش تعرفوا راها را صافي هاد البانان موجود ولا بحال شكل كارامال خاصو يبدي تلصق هكدا وينشف يعني ضروري خاصو تنشفوه مزيان مزيان باش هكدا تبقوا تحتافظو بها يعني على الاقل تبقى ليكم اسبوع او اسبوعين ما كيوقع عليها تجي حاجة في تلاجة فانا مهم مرة كتوقوا تحركوا باستمرار يعني بحال شكل بحال غدا توجدو يعني بحال كارامال كتجي كتولي ملصقا يعني ضروري تحركوا باستمرار وإلا كتلصق لانا لانا فيها السكر يعني البانان فيها سكر طبيعي هنا كيف شطور انا زدت واحد خمسة ديال المعالق او ستة او سبع لحسب دوق ديالكم ديال دبس التمر فعادة انا كنخليها غرب ديال الحلاوة الطبيعية ديال البانان و لكن هنا باش هكدا كل شي يأكلها لانما خاصة في العيد كنحاول ما ان كان اني نزيد شوية السكر على العادة هنا غا ندد ندير واحد المعالقة ديال كاكاو من بعد حتى نشوف اللون تنكمل كل شيء من بعد غدا نقدر نزيد معالقة اخرى بالنسبة لهنا الكاوكاو لانا هادي ديال البانان كيجي معها اللوز الكاوكاو اللي بغيتو اللي ما كيبغيش كاوكاو يدير اللوز عندي نس كيلو ديال الكاوكاو يعني كيلو ديال البانان في نس كيلو ديال الكاوكاو او نس كيلو اللي كنهرمشوه يعني ما كنديروش على شكل دقيق كنهرمشو باش هكدا كتعطينا القرمشة و كتجي لديده بساف و كتجينا هنا لاحظو ما غديش ننكهو غير الكاكاو و البانان باش بقنى ديال البانان باش بقنى ديال البانان الى ما كيعجب الكل مش ديروا البانان قدروا تديروا شي فاكيها اخرى غير هي تقدروا تحتاجوا يعني كمية اكتر ديال الكاوكاو او اللوز صافيه هنا انا اخديت هاد المول باش نديرها هكدا على هاد شكل هادا ثم اديروها بشكل اللي بغيتو ممكن اديروها على شكل غريبة ممكن يعني اللي بغيتو فهي ذاك البانان نصغير هو كن اكد على واحد المسألة اي ذاك البانان خاسكم تقاو تحركو فيه حتى كيتلصق يعني كيولي تلصق كيولي بحال شكل كراميل هذا هو السر باش تنجحوا باش ما تخسر ليكم شو تغمل ليكم بسرعة وفي نفس الوقت حتى تعزوا الماضاق ديال ذاك البانان كيولي يبين اكتر وهكدا من اللي كنشكلوهم هكدا كندخلوهم تلاجة كتزيد تقبط راسة وكتولي واقفة لان ذاك السكار طبيعي اللي كين في البانان كيجالها انها تزيد تقبط راسة حتى الكاكاو اللي كنزيدو الكاوكاو او اللوز اللي كنزيدو حتى واهو اللي كيعطينا يعني حلوة قابط راسة اللي بغيتو را ممكن تغطسوهم في شوكولات يعني هكدا من اللي وجدو تغطسوهم في شوكولات او تدرو لها غير قاعدة من تحت يعني جيها شوكولات و جيها مثلا كاوكاو هنا را قدرت واحد شوية دوزتو في الكاكاو يعني بقى واحد شوية دوزتو في الكاكاو لبغيتو في بلاصة دبستمر ممكن تعوضوه بالعسل نتمنى ان شاء الله الافكار ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم تجربوا وحدة فيهم او تجربوهم زوج وتردوا علي الخبار والى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة